وفائدتنا اليوم هي للنجاة من الثهمات الكاذبة والثهمات الكيدية والظلم والباطل فثابئ الحلقة الى الاخير فستجد فيها عدد من الفوائد وانا كل ما قلته في خلاط حيطلع لك شيء عجيب هذا اقوى من الفيروس الذي لا علاج له وهذا سر سأقوله بالنسبة الاذعية لو اخذت اي ذعاء فعندما يتروحن جسدك سيأخذ تلك الشفران او سيأخذ تلك القوات من اليربع وقبل ان اختم اقول مواطن اوروبي مصاو بالخوف يقول منذ طفولتي وانا اخاف لاني اتخيل ان هناك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا احببنا في الله فاذات اليوم ستكون مفيدة جدا لعدد من الاشخاص خصوصا في هذا العصر الذي كثر فيه الكيد والباطل وفائذتنا اليوم هي للنجاة من الثهمات الكاذبة والثهمات الكيدية والظلم والباطل فثابع الحلقة الى الاخير فستجد فيها عدد من الفوائد والامور المجربة الصحيحة ليس من الصطور ولكنها من الصدور فمن شعر بالخطر على كراماته وعرضه كالضعاء اخرين عليه بالباطل او الاثهام بالظور او التكلم من ورائه الظهر بكلام فيه الاذى سواء هذا الاذى كان له او لابنائه او لحائلته ككل وهذا سبحان الله يصبح اسهل من شرب الماء متاء عدم الايمان بالله وعم الخبط مجتمعا ما وفي زمننا هذا اصبح الافتراء والثهمات الكاذبة موضاة عند عذاذ من الاشخاص وحتى المؤسسات وهذا من باعه الحقد على الاشخاص او الحقد على المجتمع والجهل الروحي وقلة العقل وقلة العفة وعند اخرين قلة الثربية وعند اخرين اضرب كل ما قلته في خلاط حيطل عليك شيء عجيب هذا اقوى من الفيروس الذي لا علاج له سبحان الله يطلع لك حاجة لا تجد لها علاج مطلخة فان اصابك الباطل والظلم ممن لا يخاف الله تعالى او من احماق جاهل او شعرت فقط بالخطر او توجسته في نفسك من شخص ما او اشخاص ما اقرأ هذا الدعاء وهو جزء من الدعوات الشاذلية وقطعة من دعوات البازل الشهب سيد عاب القادر الجيلاني وهذا الدعاء هو مجرهب صحيح لما سبق وذكرت مرارا وثكرارا وقراءة هذا الدعاء تكون في الصباح 11 مرة وقرأه في المساء 11 مرة حتى تتروحان به ذاتك وهذا السر ساقوله بالنسبة الاذعية لو اخذت اي دعاء وتريد تكراره هذا الدعاء مثلا دعاء لدفع الضرر او دعاء للرزق او دعاء للحماية والتحسين فاول شيء اترك هذا الدعاء يدخل الى جسد وكيفية ذلك ان تجعله كرياضة على الاقل لمدة 11 يوما وفي اشخاص او هم المشايخ ينصحون باخذه 40 يوما ولكن 11 يوما كافية جدا لكي يتروحان جسدك على ذلك الدعاء او يتروحان على ذلك الورد فعندما يتروحان جسدك سيأخذ تلك الشيفران او سيأخذ تلك القوة من الورد في ذلك الساعة لا تقرأه في الصباح والمساء الوقت اللي هتحتاج وارفع ذكي الى الله سبحانه وتعالى وقرأه سيكون تنزيل باذن الله لروحانية ذلك الورد او روحانية ذلك الدعاء ان جسمك اخذ عليه وتروحان عليه والشيفران دخلت عندك على الجسد متاعك فقلنا انه بعد ان تروحان نفسك وروحك مع الذعاء يمكنك فقط ان تقرأه مرة واحدة متى احسست بتلك الغلغلة في نفسك او تحسست بها في جسدك فقط اعقد النية فوالله الذي لا اله غيره سطر الاستجابة بدون شك والدعاء هو كالثالث اللهم بسطوات جبالة قهرك وبسرعة اغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حروماتك وبحمايتك لمن احثم باياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيو يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلك المتمرذة من الملوك والاكاسرة ان تجعل كيد من كاذنا في نحره ومكرى من مكرى بنا عائد عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخذاع اجعله يا سيدنا مساقا اليها ومصاذا فيها واسيرا لديها اللهم بحقك فيعين صعب اكفينا هم العذا ولاقه من الرذا حاميم حاميم حمى الامر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون يا غارة الله حل عقد ما ربطوا وشثثي شمل اقوام بين اختبطوا الله اكبر سيف الله قاطعهم وكلما قذ علوا في امرهم هبطوا 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 وصلى الله على سيدنا محمد وحلى اهله وصحبه سلم تسليما كثيرا وقبل ان اعطيكم الفائدة الثانية اقول لا تذعي بهذا الذعاء على جاهل او معتوف عقله والذي ثرى ان عقله فارغ او الذي ثراه كالاحياء اتلاقيه كأنه حي يأكلوه ويشربوه وينام ولكنه في الحقيقة ميت لانك ان دعوت عليه بهذا الذعاء ستظلموه لان هناك اشخاص سواء رجال او نساء مثل هم مثل الببغاوت او هم مثل الصدع ان رأوا شخصا يطبلوا طبلوا معه وان رأوا شخصا يرقصوا رقصوا معه وان رأوا شخصا يصلي صلوا معه فهؤلاء مرفوع عليهم القلم لانهم اسلموا برمجون على هذا فان هاجموك فاعلم ان هناك من عمرهم عليك وشحنهم ضدك فهؤلاء اذ عمعهم بالهداية هو لك الاجر الفائدة الثانية في هذا الباب توجه الى رب العزة بقراءة الاية الشريفة الثالية عادت 19 مرة وراء كل صلاة مفروضة اقرأ الاية 19 مرة وقبل ان تقرأ الاية المباركة قل يا عزيز يا سميع يا عليم يا عزيز يا سميع يا عليم كررها تسعة وتسعين مرة تجلس تستقبل قبل وتقرأها يا عزيز يا سميع يا عليم وتكون القراءة على الكفين ويمسح بهم الوجه والصدر يعني لما تقرأ وتكمل امسح الوجه بتاعك امسح الصدر بتاعك بس القراءة بتكون على الكفين الاثنين والاية المباركة التي تقرأها بعد اسماء الله الحسن الثلاثة هي عاية 65 من سورة يونس واستمر على القراءة بنفس الطريقة ثلاث أيام فانك ترى ما يشرح خاطرك ويفتح الله ثعال لك بابا من ابوب النصر ترى فيه من ظلمك او كاذلك في اسفل السافلين واعلم ان الفائدة مأذونه ومنجازه من اهل الله فاعلم قذرها الفائدة الثالثة وهي فائدة رائعة توجه الى رب العزة بقراءة الآية الثالية سبعين مرة ما بين الشفع ما بين الوثر يعني كل يوم اقرأها لمدة ذي اربعين يوما ستكتسب باذن الله تعالى قوة ربانية تكتسبها داخلك باذن الله لان هذا تنزيل ويكون فيه خدام او يكون فيه اولئك الملوك النورانيون فهذه الاية سبحان الله تجعل كل من يريد الكلام عليك يلجم ويبهت الفائدة الثالثة توجه الى رب العزة بقراءة الآيات الثاليات وهي من سورة الاسراء من الآية اثنين واربعون الى الآية ستة واربعون سنسمعها بصوت الشيخ يوسف العيدروس هذا شيخ احبه واعترمه حفظه الله واطل عموره ان شاء الله باذن الله هذه الايات ستكتسب منها قوة ربانية تجعل كل من يريد الكلام عليك يبهت ويلجم باذن الله تعالى وقبل ان اختم اقول مواطن اوروبي مصاو بالخوف يقول منذ طفولتي وانا اخاف لاني اتخيل ان هناك شخص يلامو ثحت السريري ذهبت الى الطبيب النفسي للعلاج فطلب مني 200 يورو قل لي اعطيني 200 يورو على كل حصة علاج بواقع تلت جلسات اسبوعيا لمدة سنة كاملة فقلت له سوف افكر واعود اليك ولم اعود اليه والتقيته بعد سنة يعني هذا الرجل التقى بالطبيب بعد سنة في المول ويكمل هذا الرجل فيقول حياني وسألني مستغربا لماذا لم تعد لنبدأ العلاج قلت له انت طلبت مني 200 يورو على كل جلسة وتلت جلسات اسبوعيا لمدة عام كامل يعني 28000 يورو 800 وهذا مبلغ كبير والثأمن الصحي لم يغطيه لكن صديقي العربي ابو محمد اعطني العلاج مقابلا سندويتش من الفلافل وعلبة من كولا وشوفيت باذن الله من اول جلسة فسأله ذلك الطبيب مستغربا ومنذهشا وهل صديقك ابو محمد هذا الطبيب لكي يعالجك فاجاب ذلك الشخص لا ليس طبيبا ولكنه قال لي بيع السرير انام على الارض وانتهت مشكلتي من يومها يا دكتور والله تعالى هو المنجي والنافع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والى حلقة مقبلة اقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة